ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله سيدي عسو بمدينة ازرو قبل ان يلود بالفرار ومعه ابنتهم الوحيدة ذات الثلاث سنوات ووفقا لما اوردت مصادر اعلامية فقد تم اكتشاف هذه الجريمة من طرف شقيق الضحية مبرزة ان الشاب لدى رجوعه الى البيت حيث يقيم رفقة شقيقته وزوجها وجدها مدرجة في دمائها فهرع الى الخارج المنزل مستنجدا بالجيران ولد انتقالها الى منزل الاسرى المعنية تضيف المصادر اعترت عناصر الامن على الزوجة جوتة هامدة مبرزة انها بشرت التحريات والتحقيقات اللازمة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة والسنادا الى المصادر فانه تم في وقت لاحق من يوم السبت ضبط الزوج الهارب المشبه بارتكاب هذه الجريمة في منطقة مولايعقوب التي ينحدر منها وقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية لاجل البحث وبامر من مصالح النيابة العامة المختصة بالسئنافية مكناس سمت احالة جوتة الضحية على مستودع الاموات بمستشفى 20 غش بمدينة ازرو قصد اخضاعها للتشريح الطبي ترجمة نانسي قنقر